جيمي انا اعرف ان انت عندك معلومات عن لعبين يفاوضوا من نادي الزماني في الموسم من جديد مظموط؟ او ما اثير او ما اثير عن مفاوضات اش معلوماتك انت؟ لا رد على ما اثير حيلا انه فيه مفتفاوض مع فلان او تفاوض معه لان قبل ما اروح للعيبة استغربت جدا من رد اسوريو في المؤتمر الصحفي على انه الناس بتسألوه ليه لعبته حسام عبد المجيد في مركز 6 لانه هما قلو لي ان هو العيب كويس ويقدر يلعب في مركز 6 وبعدين لما كرابته لقيت انه عنده لما كرابت فهمين لقيت انه يقدر يعمل ده وبعدين لما كرابت بالمطش لقيت انه عنده مشاكل لا هو الا سواء من كده بسرعة يعني خليلي انت مش فاكر بس اوال سيرشي اكا قالوا لي ان سيرشي اكا لعب كويس جدا في المن اسماعيلي فعشان كان لعبت حسان عبد الميت هنا وما لقيت سيرشي اكا لعب لعب عادي فانت بتتكلم هم مين ليلولك ده رقم واحد ده سؤال مهم جدا رقم 2 انت بتعمل ايه يعني لما هم بيقولوا لك على منافس انت هتلعبه فهو بناء على ايه انت قررت قرار وخدت قرار فده بالنسبة لي الى علاقة فيها مشكلة وازمة كبيرة جدا انا فضلي ديا وعايزك تقولي ما اثير حول صفقات الزمال اثير اسمين في اليومين ثلاثة الاخيرة فيما يخص التعاقدات مع نادي الزمالك سواء مع اللعيب الدولة الجزائر السابق الياس شتي لعب نادي الترجي ولعب نادي انجي الحالي ومحمود دحمد الياس شتي حصل كلام معا من احده كلام اللاعبين ما بينقصين كده المعروف تعاملهم يعني الدائم مع نادي الزمالك انه هو وسيط لنقله لي نادي الزمالك خاصة انه في تعاقد في التعاقد بتاع الياس شتي مع انجي اللي هو لسه متبكي في موسيبين انه حال هبوط انجي للدرجة الادنى يتم فسخ التعاقد تلقينا هو ما حدث انه انجي هبط خلاص لدور الدرجة الثانية الفرنسي واتكلمه في مقابل مادي لكن الوكيل الاصلي او مدير اعمال اللاعب اتكلم لاحقا مع الوكيل وقاله والله احنا مع الوكيل انه في مشكلة ادارية فهنتفاوض مع مين احنا ما عندناش مشكلة انه الياس شتي يلعب في نادي الزمالك لكن انا محتاجه بعارف احنا هنتفاوض مع مين مين اللي هيوقع مع اللاعب الارقام تحديدة نتبع عاملة ازاي وقفت القصة من 3 ايام عند النقطة دي انه اللاعب منتظر انه يبقى فيه تحرك رسمي من نادي الزمالك مع ايا كان من الجهة اللي هتفاوض محمود حمادة حصل بجلسة مع محمود حمادة من 3 اسابيع قبل ما يحصل الازمة الادارية في نادي الزمالك وحصل شبه اتفاق ما بين مسؤول نادي الزمالك ومحمود حمادة انه ينتقل بداية من الموسم الجديد ولعب لم يبدي اي ممنعه وابدى ومفقه ان هو يكون موجود في نادي الزمالك الموسم القادم لكن اللاعب مرتبط بتعاقد مع نادي فاركو وبرضو نفس القصة منتظر انه نادي الزمالك يفعل بقى ما تم الاتفاق عليه ما بينه وبين نادي الزمالك بالتفاوض مع نادي فاركو وانهاء الامور مع نادي فاركو اللي حتى هذه اللحظة لما هتواصل معه اي مسؤول بشكل رسمي نادي الزمالك